اشتركوا في القناة الانهيان مع تحديات الفطايم وانطلاقات هذه الاسماء شوطن الثالث عشر يحمل اسماء قوية وابدى مباشرة مع المركز الأول مع الصدارة ومع مقدمة هذا الشوط وتحديات هذا الشوط مع انطلاقة هذا الاسم المميز الرائع تأتينا وتحمل الرغم تسعة مع هذا الانطلاق المميز ومع هذا التحدي الرائع على المركز الثاني شعار بن بليشة قادم مع هذه اللحظات علي بخليفة بن بليشة الاكتفي وأيضا الأسماء القادمة والتحديات القادمة أيضا على المركز الثالث وهو عمر بن مبارك بن راشد بن جافلة يقدم هذا الاسم الممتاز المركز الرابع تأتينا وتتقدم التماس القادمة والقادمة بالانطلاق المميز الرائع مع هذه الاسماء الممتازة شوطنا الرابع عشر يحمل هذه الاسماء القوية مع انطلاقة هذا الاسم المميز غمر عمر بن مبارك بن راشد بن جافلة يأتي مع المركز الأول المركز الثاني تأتينا الفدى سالم بن طالب المحرمي قادم المركز الثالث سلمة لسعيد بن شطيط بن علم المدهوجة والمركز الرابع وصلت الشاهنية علي بن خليفة بن بليشة غاتم ولكن غمر 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 انطلقت مع المركز الأول عمر بن مبارك بن راشد بن جافلة الحميري يؤكد الفوز يؤكد الانتصار مع المركز الأول ولكن الغاتمة الغاتمة سلمة الغاتمة سلمة والغاتمة شكرة بن احمدان بالأمتار الأخيرة بن احمدان مع الفوز والانتصار والنقطة الثالثة هنا للمحمد بن علي بن محمد بن احمدان المركز الثاني وصلت هنا غمر عمر بن مبارك بن راشد بن جافلة المركز الثالث وصلت سلمة لسعيد بن شطيط بن علم المدهوجي أكدت هذا الفوز أكدت على المركز الثالث تهانينا وناموس لك يا بن احمدان يا مالك شكرة محمد بن علي بن محمد بن سعيد بن احمدان مع الفوز والانتصار التوقيت دقيقتين وخمسة عشر ثانية هو توقيت أيضا شجرة منتت على المركز الأول بختام أشواط هذه المكرمة مكرمة سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن زايد وتأتينا أيضا مرحلة أخرى بانطلاقات السباق الصيفية على أرضية هذا الميتان هناك أيضا سوف تقام ستة أشواط حاملة معها التحدي والإثارة أو سبعة أشواط نعم حاملة معها التحدي والإثارة خمسة أشواط للمستركات أو أربعة أشواط للمستركات وثلاثة أشواط للصعوب وأيضا نشارة مقدمة من سعيد بن سهل بن دلوي مع هذه أيضا السباق الذي سوف نتابع مع حضراتكم بعد لحظات وسوف نتابع هذه التحديات والانطلاقات الجميلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر